على تفاعلتكم معنا وما رحبا بنقدكم واختلاحاتكم ومساجاتكم توصل على صفحتنا ستوديو الوطنية والناس اللي تسمع فينا تنجم تفرجوا علينا أيضا علي في ستريمينج لأمل هنا زهر بن حميدة على صفحة الإذاعة الوطنية التونيسية سيوخ فيسبوك أيضا كوميونيتي مانجر دالي ناصري في الإخراج رفيقة دريدي في التنسيق رامي وحميد ورفيقة دريدي في الإعداد هذا وقاية الانتربيو توتسويت الانتربيو مع زينة تحيتي مجددا ومرحبا بالضيفي سهيب المريز جي رئيس حزب البعث وناشتة سياسي تحيتي أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا بك زينة ومرحبا بكل السيد المستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين ولكل من يتابعنا على وسائل توصل الاجتماعي أو على لايف ستريمينج شكرا جزيلا سهيب نرجع معك في حليقة باليوم موقف الحزب من الوضع الراهن وبشكل خاص من الحرب المفتوحة لتخذها تونس اليوم لمكافحة المخدرات بتبعات الحال يعني هو من ضمن الاستراتيجية الممنهجة للعدو السهيوني هو تخدير الوعي فمن ضمن تخدير الوعي إما أنه يكون بسياسة الإلهاء إما أنه يكون بمنطق تتفيه المسائل وتتفيه يعني القضايا اللي ممكن هي تكون تمس بالأساس المواطن وتمس المواطن التونسي أيضا يعني تخدير الوعي أيضا يتم عبر المخدرات هذه واحنا نعرفوا أنه في من سنة 2011 يعني من بعد الثورة التونسية رينا هذا التدفق الكبير والكميات المهولة والهائلة على بلادنا اللي كانت يعني حتى المنظمات العالمية يزينة في إطار يعني تصنيفها لمستهلكي المخدرات ما قبل الثورة التونسية وما بعد الثورة التونسية اللي أصبحت تونس مرتع لكل الدول ولكل المخابرات ولكل يعني الاستراتيجيات اللي تشتغل من أجل إغراق الدولة التونسية يعني كانت المنظمات العالمية الصحية قد سن في تونس أنه تضاعف نسبة الاستهلاك المخدرات لثلاثة مرات في مقابل سنة 2011 هل تعتبر مضاعفة المخدرات هذا ممنهج لذرب الدولة التونسية؟ بطبيعة الحال هو مما لا شك فيه يعني إحنا إذا ما اعتقدنا أنه فما استراتيجية على تونس تشتغل فكما كنت نحكي لك استراتيجية الوعي بالأساس وصراعنا حتى مع القوى الخارجية هو صراع وعي قبل ما نحكيه يعني على صراع أنه لنا سيادة إلى غير ذلك لأنه يزينا إذا ما وعينا بضرورة أن نعيش على أرضنا أحرارا وأسيادا ومتحكمين في ثرواتنا ومتحكمين في مقدراتنا فالوعي هذا بشي أدي بنا للوسائل ما نجموش نحكيه على وسائل بدون ما نحكيه على وعي فإذا ما وعينا بهذه اللحظة التاريخية فبالتالي هو بشي أدي بنا لهذه الوسائل اللي أحنا ممكن أنه توصلنا إلى بر النجاة عبر يعني حتى مكافحة المخدرات هذه اللي نحكيه عليها اللي للأسف يزينا وقت نشوفه تمس في جيل كامل وتمس في فئة عمور هي صغيرة جدا خاصة يعني خاصة إذا رينا يعني أمام المعاهد الإعدادية وقبل ما نحكيه على المعاهد الثانوية وقبل ما نحكيه على الكليات في فترة زمنية معينة وقت اللي غابت نوعا ما أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة بعد الثورة التونسية أصبحت يعني المخدرات تتباع على قريعة الطريق سواء كانت أمام الكليات أو أمام المعاهد أو أمام معاهد الإعدادية وفهم ظاهرة زينا وقتها توجدت في 2011 أو 2012 أنه الناس حتى الوليدات الصغار يعني تعلم دارس تأثروا بشخصيات للأسف احنا كنا نشوفوا فيهم أنها شخصيات مبتذلة مجتمعيا لكن بعامل هذه الاستراتيجية تحولوا إلى شخصيات يعني ممكن أنهم يكونوا دوفالير وأنهم يكونوا يعني شخصيات أنموذج داخل المجتمع فتأثرت بهم الصغيرات هذوم وأصبحوا يحاكوا فيهم يعني ليس فقط في سلوكهم وإنما حتى في شخصيتهم أصبحوا يحاكوا فيهم وقت اللي نرمال ما الناس أمتاعنا ولادتنا يعني يكونوا متأثرين بالطبا يكونوا عندهم قدوة يكونوا متأثرين يعني حتى بلغتنا المجتمعية يكونوا متأثرين بالطبا بالمحامين بالأسادة بالدكاترة بالجامعيين كذا أصبحوا منبهرين بشخصية منعرشنا شوررب منعرش العديد الشخصيات الأخرى تقول مكافحة المخدرات مش كان الترويجة كهو مش كان المروج والفاعل الداخلي والخارجي اللي يجيب في المخدرات وليك روح حتى المسلسلات والدراما عندها تأثير اليوم في إنها تسهل استقطاب الشباب بطبيعة الحال وقت اللي نشوفوا إحنا إنه الشخصيات البطلة في مسلسل معين أو في فيلم معين هي تتعاطى لهذه المادة السامة ونشوفوا أيضا الشخصيات البطلة هي شخصيات منحرفة فبالتالي في ذهنية الطفل وإحنا نعرف أنه الطفل هو صفحة بيذة يعني في الذهنية متاعه في تركيبته الذهنية في بنيته الذهنية وحتى نفسيته هشة بالنسبة نفسيته هشة بشكل متأثر وقت يشوف أنه البطل يعمل اللي يحب عليه يشوف البطل أنه شخصية متحرة داخل المجتمع اللي موجود فيه يشوف أكثر من ذلك يا زينة أنه حتى الدراما تنجلنا أنه الشخص هذية اللي هو مبتذل واللي هو منحط مجتمعيا يعني بمنطقة تعاطف معاه الدرامي اللي موجود وك يعني الموسيقى وكلموسيقى وكيفاش أنه الشخص هذيك المنحرف تعملوا بهرج وكذي ويح فوتوما تكمو بش يتأثر الشخص هذيك وهذا تم الحديث عليه حتى وخاصة الموضوع حيث نقاش دي ما يتحل جنيغة المو في رمضان بتزامن مع الدراما ونس تقول لك أنتم اليوم وليتوا تحكيوا كإعلام أو حتى كبعض الأطراف في الناس سيلا قاعدين تدخلوا في الإنتاج الفني وفي الثقافة وحرية الثقافة والدراما وليروا مش صحيح ما ينعكسش في المقابل ناس أخرى مشيت في النظري اللي كنت تقول فيها هو مما لا شك فيه زينة فما النظري وفما التأثر ثم نأتي إلى مرحلة التطبيق فماش يعني بش نطبق وتمضيك معه هكاكة أو بش نعطيك أنا مثال كناش مثلا أحنا في زمن ما كناش نعرفوا أنه روى الشخصيات هذه اللي هي منحرفة مجتمعيا هي اللي بش نجم تقود المجتمع ولي هي بش إنها تخلق لنا مجتمع أولا سمحني في الكلمة منحط يعني سمحني وسمحوني سيد المستمعين المستمعين ومستمعات مش مجتمع جزء جزء من الكل نلقى تلقى في روى موضوع الساعة اللي بش نسرك عليه موضوع التيك توك والبلاغ لأصدرته مؤخراً وزارة العدل فيه علاقة بالتصدي للإنحرافات والإنحاطات الأخلاقية على مواقع التواصل كل من التيك توك والإنستغرام باتبعات الحال شوف زينة احنا ديما عندنا أزمة في تونس أنا نلخصها في ثلاث أزمات متفرعة عليها اللي هي بش تقدي بنا المفهوم الأزمة اللي بش نقول لك عليها ألا وهي أولا الأزمة المفهومية نحنا في تونس عندنا أزمة مفاهيم عندنا أزمة أخلاقية وعدنا أزمة مجتمعية أزمة مفاهيم بمعنى سيلاحي؟ أزمة مفاهيم أي أزمة استيعاب مفاهيم مثلا الفيسبوك، التيك توك، الإنستغرام وغيرهم من وسائل التواصل الاجتماعي هل هي توجدت بش أنه ناس تجي في ديارها وتحكي بكلام مشبهي وتصدروا إلى غير ذلك أم أنه هي في حداتها توجدت من أجل أنها تسييل التواصل إلى غير ذلك وإلا أنها تبيع وإلا أنها تعمل ماركتينج لغير ذلك مدامنا أننا لم أننا نصدرنا هذه الوسائل لنحرف تطبيق أسرع هذه الوسائل لأننا لم نصدرنا هذه من الشاركات لا ننخرطنا لم نصدرنا أوتوماتيك مو بأننا ليس لنصلوا إلى أهداف التي توجدت بها الوسائل هذه ومنا نصدر هذه الريزول السوسيو حينما لم نصدرنا لنقل أستعمال السلبي لهذه الوسائل لأن العقل الذي لا ينتجه هو عقل بالأساس يقع دائما في المحاذير نرجع لك للأزمة المفهومية التي ناتجة عن أزمة الوعي اللي أنا قلت لك توبعدين نرجع لك للأزمة الرئيسية اللي هي أزمة وعي في تونس وهذا يبت بيعته أنا وقت نحكي لك هكا نحاول أني نفكك اللي موجود يعني مش تفكيك على طريقة جاك داري دا يعني أنه يفكك اللغتي بالمعنى وبالنص لا أنا بش نحاول أني فككلك من غير فالسف بش نحاول أني فككلك الظواهر اللي موجودة فشي المؤسف يا زينة أنه اليوم فما انخيرات وإلا فما دخول في حملة كاملة اللي هي حملة ابتذال فأعتقد أنه حتى القوانين هذه أنا نتمنى أنها تحد نوعا ما من هذه الظواهر ولا تحد من الحرية هذا هو أنت هذا الجدل مشت معايا ديركتو معايا لترانزيسون بيه مش ترانزيسون هذي الجدل اليوم عندك سلاح ذو حدين يتطبق القانون وبين تطبيق القانون وبين الناس اللي تقول لك ليه اليوم مالينة مشينا نصادروا في حرية تعبير بن قوسين حرية تعبير ولا حرية تفكير ولا اللي هو على التشيك توك من أي دوة رحبة ببيان وبلغ وزارة العادل وحتى البرح كي سمعنا فهم الإقافات فما الناس رحبت بهذه الإقافات بل وتسألوا فما وجوه أخرى عليش مشملتهيش الإقافات في وقتها وبين من ذهب إلى أنه اليوم من العبث أنك تضيع وقتك تتبع في تشيك توك وفي ماذا يحدث؟ الإشكالية يا زينة نرجع لك ديما لمشكلة الوعي لأنه شوف إذا كان بش نحكيه على أنها بش تحدم الحرية فإنه أوتوماتيك ما بش تخلق لنا الفوضى الخلق إذا بش نحكيه على أنه ضرورة الذهاب أو ضرورة التوجه إلى أنها يعني تكون هناك تقنين شرعي وقانوني للمسألة دون مراعاة يعني الشروط الموضوعية وتطورات الحاصلة تكنولوجيا فإنه أوتوماتيك ما بش نقع في قيد الحرية فالهنة شنو يلزمنا نعمل يلزمنا نعمل موازنة أو نعمل تعادلية بين ما هو سلاح ذو حدين بين ما هو يضمن حرية الفرد ويضمن حرية المواطن ويضمن حرية مستعمل لهذه وسائل التكنولوجية أممتهم ما يلزمش أنه يمس يعني من الأخلاق وما يلزمش يمس من الذوق العام على الأقل شوف زينة أنا بش نعطيك حاجة تفضل شوف الفرق وإحنا بتبعتنا في شهر أكتوبر ومن نجموش إنه في شهر أكتوبر من استحضروش يعني بداية تأسيس ومأساس الإذاعة الوطنية واللي إحنا في الإذاعة الوطنية شكرا شوف زينة أنا صباح جي نسمع في صديقتنا نبيل عبيد في المتينال نبيل عبيد وقت لترحة صباح مسألة اللي هي الصدق والوفاء والتعامل والإخلاص والصدق في القول والإخلاص في العمل كذا يعني استشهدتنا استشهدت لنا بثلاثة مفكرين وثلاثة فلاسفة أنا جي صباح مستمتع وقت لنسمع دي ما ركد حوت يوم سعيد من وقت الصحية تلقاه بطبيعة وأنا مستمع للإذاعة الوطنية في المتينال وصحبيب شغام يعني وقت لنسمع استشهاد بفكتوريوغو وقت لنسمع جبرة خليل جبرة وقت لنسمع بقابريال قرسيا ماركيز في الإذاعة الوطنية وبداية تشكيل وعي جديد فهنا ما نكون كان فرح لأنه هذا هو الوعي لكن نسمعوا الكلم هذا والتشكر والإطراع في الإذاعة الوطنية من نجمه كان نكونوا فرحين بك سيدة لأنه 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 هذه حقيقة تقول لأنه هذه حقيقة هاو نرمى الموش نوحن النجم ونسمع وبينما وقت نتوجه بوم لش ما نعممش زادة فما توتيرالاتيف يعني بش واحد ما عممش أنه في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في تليفون وفي حاجة كل شي خائب لكن على الأقل احنا نحكيه على المجوريتي زوز حاجة وسائل التواصل الاجتماعي ناس ما فيهش تأتي كل شي على بعض هذا هو اللي حبيت نوصلك ولكن وسائل التعليم رهي تقدم في منتوج وفي محتوى فما المهنية محترم حتى كان عندك تحفظات على زمد أو عمر محتوى ممنهج معناه هو مؤثر هذا عليش نقوله اليوم وعطيناه برشا وقت اليوم نحكيه على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه بالحق رحي سلاح ذو حدين وتمس المجتمع بشكل مباشر اليوم تنجم تتبع برنامج وتنجم تتبع زيد وتنجم تتبع عمر خطر أمور واضحة ولكن الناس وصلنا على المحتوى وغيرهم وخاصة اللي في الخارج كيفاش تنجم تتبعهم وتحمي صغيرك هل نمشيوا ديما في السياسة الردعية وقول الدولة لازم تشد العصاة والتبع وإلا أنت زيدك متلاقي وينك يا ولي وينك حتى السيدة روحة المشكلة الصغار القصر في السيناء أصبحت مس كل الشرائح المجتمعية شرائح العمورية كلها أصبحت يعني للأسف مخرطة في هذه ما هو زيدة يا زينة أنت قلت الدراما حملتها مسؤولية كبيرة وقلت الدراما تتحمل بالأسس مسؤولية خلق بعض الأدوار أو بعض الشخصيات التي تكون هي شخصيات سيئة كنموذج وتلقاها قدوة وليت لدى الأقل شوف يا زينة يعني هون نراقب اليوم الدراما يجب أن تكون عليها رقابة مسبقة قبل النشر اوه عجبني تفكيكك عجبني تفكيكك صراحة لا أنا معا أنه ما تكونش فما حتى رقابة على أي عمل الدرامي لأنه الرقابة على الدراما هي الدخل في الدكتاتورية هل هي من جهة من جهة ثانية أنه العمل الدرامي هو عمل فني والفن يخضع للخيال إذا كان بش نحكيه على الخيال مش نحكيه على لا مكان ولا زمان كيفاش أنا بش نخضع يعني حاجة لزمانية إذن هنا ما نجمش نحكيه على أنه فما رقابة على الدراما أيضا أنه بش نربط لك بحاجة زينة أنه تاريخيا يعني شكون فينا على الأقل ما ترباش على الشام فرا شكون فينا ما ترباش على المسلسلات التاريخية مسلسلات التاريخية هذيك ويني مسلسلات التاريخية ويني أخي ما عندناش احنا شخصيات تاريخية نجمه أنه والله أنا أمس في محادثة هكذا يعني حكينا على رمزية ترميز رمزية المقاومة الرمز يعني نحن نعرف أنه الرمز هو مدلة على ما هو غائب لكنه يستحذر جملة من القيم ومن المبادئ التي دافع عنها فإحنا على الأقل اليوم في شخصياتنا العربية نجمه نشوفه أنه فما عديد شخصيات ممكن أنها تتقدم كنموذج وإلي كنموذج للطفل الناشئ سواء كان في المدرسة أو كان يعني في المعهد الإعدادي أو في المعهد الثانوي أو حتى كطلبة لأنه الطالب أيضا يتأثر ويؤثر إحنا معدنا كعقلية أنه الطالب إذا ما دخل الجامعة ويرجع خاصة لأهله كذا يشوفوا أنه الطالب هو النخبة طالب هو الطلائعي الطالب هو الثوري فأذية هو أنا شنية حبيتني وصلك يا زينة أنه راهوا اليوم لابد من التوجه على الأقل إلى بعض شخصيات اللي هي كانت موجودة واللي هي فعلا أثرت وكانت عندها يعني مناقب عديدة في تكوين شخصيتنا أنا كما حكيت لك الشنفران نشبدلك على ابن أبا الورد نشبدلك يعني على شخصيات عديدة شوف أنت مثلا اليوم في سنة 2023 في رمضان 2023 شنين رجعنا نتفرجوا يا زينة ممشينيش نتفرجوا للأسف ونقولها وأنا متأسف ومتألم ومتحصر لأنه مرجعناش نتفرجوا في التلفز التونسية رجعنا نتفرجوا في التلفز المشرقية وفي التلفز العربية الأخرى عرفتش عليش عندك الاختيار مش عندك الاختيار انت اخترت توجهة غيرك مش أنا اخترت توجه ولا منحكوش 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 اي فما في الدراما التونسية ما هو رأى ديناري شخصية الديناري مثلا أسناء وبالمناسبة نواجه وتحيل صديقنا صابر الوسليتي مش نجيك حاجة زينة علش أسناء مثلا انت وجهنا المسلسل تعل حاشة شين واللي كان عليه برشة نقد واللي كان عليه برشة نقد وانجي كنت تحكي على نقد تاريخي نقد تاريخي وموضوعي نقد تاريخي وموضوعي اي بتبيعة اليوم بش نشي معاك خل ننظران ذيق الوقت سيسوهاي للبلوكثين اليوم الادارة التونسية اللي انتقد عملها البارح رئيس الجمهورية ويقول إلى متى حزب الادارة أو عمل الادارة هل تتفق مع ما يذهب إله البعض ومنهم رئيس الجمهورية في علاقة بناسق عمل الادارة التونسية بطبيعة الحال اليوم الادارة التونسية المعبر عليها الوحيد هو التذمر المواطن من الخدمات اللي موجودة فيه ولنا وقت نتكلموا على الادارة التونسية ما يلزمناش نعمموا لأنه فما ناس تشتغل يعني بجهد جاهيد في سبيل انها تقدم بالادارة التونسية وإلا انها يعني تقدم الخدمات المأمولة منها والمطلوبة منها لكن المجوريتي الجرسومودو كنجو نشوفوا الادارة التونسية نشوفوا انه لأسف يعني ما يش تكون في مستوى متطلبات الشعب التونسي من هذه الادارة اليوم مثلا تنجم تمشي للبلدية يقول لك ما عنديش مضامن على خطر ريزوتا يا حكستيرا الجيت بريود بيش تمشي تشبد مضمون يقول لك لا فليل روم شا يصلي في العصر ما هوش موجود زد على ذلك حتى الدعم اللوجستي اللي موجود في الادارة زد على ذلك أي اليوم سوق التوزيع اللي موجود في الادارة التونسية مثال يزيناء تمشي اللي سي تنجم شوف انتي جمعة عمل الحضاير شوف انتي مثلا جمعة الألية 16 إلى غير ذلك تشغيل الهش يعني الممبرومون اللي موجود في الادارات مقارنة بدارات أخرى ما فاماش اليوم مثلا تمشي اللي سي تلقى لكنهم موجودين مثلا إداريين وإلا كذا عندهم صفة إداري وإلا لا غير ذلك لكن ما هو شي قدم حتى في خدمة في الإدارة التونسية مقابل ذلك تمشي البلدية متلقاش خدامة متلقاش ناس تشتغل المتلقاش ناس متواجدة إداريا فما البعض من البلدية أمورهم واضحة فما البعض المتفقى معك لكن أنا أعطيك في مثال ما هيش يعني شليمي محدد البلدية وإلا بعض الناس بين قوسين كما التراخي التراخي وفما وإلا لي هذا فيه ممنهج فيه ناس ربما من منظومة تسابقى تخطف العصاف العالم بتبعات الحال هذي مما لا شك فيه أنه فما عباد منظومة تسابقى سواء ما بعد الثورة والناس اللي غرقت لإدارة التونسية بمنطقة العفو التشريعي العام والدخول للإدارة التونسية وضربت لإدارة التونسية وتفجيرها وكما كنت نحكي لك تمشي ما ما تلقاش ناس تاخدم هوا مشي صالي في العصر هوا مشي أبصر منع الشهنوين هوا كتمشي للإدارة التونسية متخرج كان متخرج جرديناج تقيها رئيس بودير عام موجود هذا ولا تعطيش مثاله نعطي فيك في مثال في مثال موجود ولا مثال مدرع ما ملخي عشي بني تفكيك كزين جاوبني ما خاتل تقول واحد من هذا إلى هذا توجدت الحالات وأعلنت عليها حتى رئيس الجمهورية مؤخرا تكلم على منطقة الشهادة العلمية المدلسة وعلى أنه يعني عباد ما ما وصلتش للدرجة علمية معينة ولكن مع ذلك شاد إدارات وتسير في إدارات إلى غير ذلك إحنا اليوم الإدارة التونسية حبوها تتصلح حاشتين زين كيفاش يتم إصلاحة إدارة التونسية؟ حاشتين أنه يتم محاسبة كل الذين دخلوا بشهائد مزورة أو شهائد مدلسة يتم إنهم يكونوا إليميني خارج العمل المؤسساتي والعمل الإداري وأيضا يعني كنا نستنى اليوم حتى في تنقيح الفصل ستة وتسعين من مجالة الجراءات الجزائية اللي بش يحرر على أقل الناس اللي كانت موجودة داخل الإدارة اللي بخير يكون خافة منه اليوم حتى على تيقف على تصحيح صحيح لأنه أنك اليوم بيش تاخذ قرار يقول لك لا من نجيم مش نعطيك خطرني فصل ستة وتسعين يكبلني إلى غير ذلك وهذا يرينا أنه حتى رئيس الجمهورية مؤخرا تكلم فيه ومشاه فيه على أساس أنه بش يتم تنقيحه ويتعدى على مجلس نواب الشعب إلى غير ذلك أيضا شفنا حتى البارح في إيطار الاستفهام الإنكاري اللي طرحوا رئيس الجمهورية إلى متى ستظل هذه الإخلالات داخل الإدارة أنا نشوف أنه هنا على الأقل وعي رئيس الجمهورية بالمسألة أنه فما إخلالات بالإدارة والوعي هنا يطلب وسائل ويطلب ويكان زمات التغيير اللي هو رئيس الجمهورية يمتلك ويكان زمات التغيير رئيس تحدث أيضا عن ثورة تشريعية اليوم الثورة التشريعية أيضا لابد هنا أنه يكون مجلس نواب الشعب في مستوى اللحظة التاريخية من أجل أنه يغير القوانين البالية والقوانين اللي أكل عليها الدهر والقوانين اللي موجودة عندنا بأمر علي من 1827 إلى غير ذلك ومازالت عندها أكثر من 100 سنة 1827 وحنا في 2024 يعني عندها 103 و104 سنين هذا تطويرها بحيث أنها تكون خاضعة للشروط الموضوعية للزمان والمكان والمواطن ومتطلبات المواطن أيضا فم حاجة أخرى زادة أنه رئيس الجمهورية على الأقل إذا مجلس نواب الشعب لمخذهس بيل ولا ما انتبهس للقوانين هذية واثن نعرف أنه رئيس الجمهورية واستاذ قانون دستوري يعني يشوف على الأقل النقاءس هذية ويعديها لمجلس نواب الشعب في شكل مقترحات من رئيس الجمهورية ونحن نعرف أنه مقترحات القوانين ومسودات القوانين ومشاريع القوانين لما تكون من رئيس الجمهورية لها أولوية النظر ولها أسبقية النظر فيه فبالتالي اليوم يجب أن تكون العمل دبلو برونش يعني يكون من الوظيفة التشريعية ويكون أيضا من الوظيفة التنفيذية في سبيل أنه اليوم نخلق على الأقل جو جديد ومناخ جديد ونبعث على الأقل يزينا منطقة تمأنينة عند الشعب اليوم هاوكا بدينا نصلحوا أنا عجبتني مثلا مؤخرا أنه رئيس الجمهورية عمل قانون يحمي العاملات الفلاحيات هذه نقطة ثمنها نشوفه أيضا نشوفه أيضا حتى أنه صندوق التعويضات للناس اللي خرجت من العمل المتاحة سواء بكورونا أو إلى غير ذلك كمارين أقبل هذا يزيد حاجة به لكن اليوم نطالبه أيضا حتى رئيس الجمهورية في التسريع في أنه تكون تشريعات جديدة أوامر ترتيبية جديدة فما أيضا زينة منطق التشغيل الهش وإحنا بالأمس رينا أنه فما أساذة تعليم الكبار اللي هما تابعين وزارة شؤون الاجتماعية بالأمس يعني كانوا مع تصمين أمام وزارة شؤون الاجتماعية أنا حكيه لزينة يعني ناس تاخذ 370 دينار 370 دينار في الشهر 370 دينار يعني بلا تغطية اجتماعية إلى غير ذلك وهذا اللي تحق تعليم في أكثر من المناس وهذا أنا هذا مش إلغاء العمل بالتشغيل للهش ندعو رئيس الجمهورية قيس سعيد من الإذاعة الوطنية التونسية أم الإذاعات ندعو رئيس الجمهورية في أنه يسرع على الأقل في النظر بالتسويت عمال الأساتذة التعليم الكبار لأنهم والله ناس تعاني يزين تخيل أنت ناس كارية وانت تعرف اليوم الكريب كيفيش في تونس ناس تخلص في الموت الضو ناس تخلص في حياة الاجتماعي صحيح اللي رئيس الجمهورية تحدث عليه إحنا نطالب اليوم رئيس الجمهورية باش أنه يسرع بالنظر في مسألة على الأقل بالنظام المناولة إلى غير ذلك وما هو أساتذة التعليم الكبار فقط يعني عمل حظاير ثم عمل البلديات إلى غير ذلك برشة أشكال وتمظهرات لتشغيل الهش واختاماً نحب نختمعك بأجال التقاذي لتحدث عليه رئيس الجمهورية البرح لدى استقبله سيدة وزيرة العطل بتبعات الحال هذه أيضاً نقطة إيجابية لأنه اليوم ناس موجودة في السجون بدون أنها مدد حاكم أو ما تعرض على المحاكم بصفة عامة ووقت لنحكيه وعلى التسريع وتموتيك مو بش نحكيه وعلى قراءة الملفات ووقت لنحكيه وعلى قراءة الملفات بش نحكيه وعلى البت في الحالات الموجودة أمامهم بتكييف القضية على النص القانوني إما أنه بش يحكم ببراءة المتهم أو أنه بش يتم يعني معاقبته سجنياً إلى غير ذلك فالتسريع بالمحاكمات أولاً يضمن أنه تكون هناك معادلة محاكمة عادلة أيضاً يضمن لنا أنه تكون هناك على الأقل ناس ما يشملوحة في السجون ظلماً يعني لهنا نحكيه مثلاً على إنسان تم اتهامه بسرقة إنسان يعني مواطن تم اتهامه في برشة قضايا خاصة منها الجزائية والمدنية فيها يعني هنا أيضاً نحكيه حتى على أنه وقت يتم التسريع هو في حال ذاته تخفيف حتى على القاضي يا زين لأنه وقت للقاضي يدخل يشوف أمامه يعني مكتبة كاملة من الملفات صحيح تبدأ برشة ملفات حتى نفسية القاضي تصبح محبتة نوعاً ما في إطار تعاطيه مع كل ملفات هذه فاليوم التسريع بالأجيل كما كنت نحكي لك يضمن المحاكمة العادلة يضمن أنه على الأقل الناس اللي موجودة بمنطق الاحتفاظ أو بمنطق الإدعاع بالسجن أو بمنطق يعني أنه يكون فيه مندى داري مندى دوبو فبتكفيش على الأقل وقت لي بيش أنه تتسرع الإجراءات هذه كل ذي حق يأخذوا حقها إما بالعقوبة والجزاء إما بالعقوبة والجزاء أو إنه هز سبط ويروح الكلمة لقسم الرياضة شكراً جزيلاً سيسوهايب لومريسك على حضرك معنا شكراً لكم أنتم على حسن المتابعة جميل تحيد زينة زيديو كامير فريق ستوديو الوطنية أداماً بسلامة